استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز والوفد المرافقة له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة هذا وتناول اللقاء وتطورات الأوضاع الإقليمية حيث تمت مناقشة آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق للتهدأة ووقف إطلاق النار بقطع غزة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد وليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والوفد المرافقة له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ذكر أن رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية نقل في مستهل اللقاء تحية الرئيس بايدن إلى السيد الرئيس وتقدير الولايات المتحدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا استمرار التشاور والتنسيق بين الدولتين لصالح الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية حيث تمت مناقشة آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق للتهدأة ووقف إطلاق النار في قطع غزة وأكد السيد الرئيس في هذا الصدد الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في القطع مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية بما يكفي للتخفيف الحقيقي من الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون بالقطع ومؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة لمن اتساع رقعة الصراع في المنطقة كما شدد سيادته على أهمية إنفاذ حل الدولتين في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من جانبه ثمنا رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية مؤكدا تقدير بلاده للمواقف المصرية الرشيدة والمسؤولة التي تدفع بقوة في اتجاه إرساء السلام والأمن والتنمية إقليميا ودوليا